هتلاقوا مجموعة من نيازك في الصالة رقم واحد صور لي ايه وتعلم سهلي 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 حمار حمار تعال 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 هوى تعال هوى اسأل السؤال الثاني اسأل السؤال الثاني أعطيني بالتلسكوب بق البذور عمره لعيب ما كان عقاله أدفع ماذا خلع عيب شعارك أسان ليس لعيب سلام عليكم أهلا وسهلا بكم في هاي الحلقة المختلفة حلقة اليوم راح تكون نار وين احنا اليوم؟ وين؟ نحن في واحد من أجمل المتحف في العالم متحف قطر الوطن حلقة اليوم بتكون تحديات بين الفريقين كل تحدي سيكون في جزء مختلف من المتحف وكل تحدي هو عبارة عن سؤالين جوابهم موجود داخل المتحف المتحف مقسم لـ 11 صالة عرض بنشوف فيهم تطور دولة قطر من لحظة تكوينها قبل 700 مليون سنة إلى اليوم الحاضر بس اليوم التحديات بتكون في ثمان صالات من الـ 11 11 صعب الحلقة بتوصل ساعة ونص الفريق الأول وسام قطب محمد صباغ عبدالله الغافري واسم فريقنا ناموس الفريق الثاني وسام مروة رضا الوهابي محمد عدنان واسم فريقنا عنفوان شباب شو اسم فريقكم؟ ناموس البغرس؟ لا 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 اسمع اسمع فخر وفرح مع بعض ناموس كلمة قال للأبطال اللي يفزون في أي مسابقة أكيد ما هتعرفها إحنا العنفوان لما يكون شاب متألق بقولوا إنه في عنفوان شباب مين بيقول غير محمد عدنان؟ لا لا لغة عربية بصحة جبارة الفريق اللي بفوز بحجرة ورقة مقص حيبدأ التحدي شو أخوان يس فريق ناموس تحدي الأول طلعوا لنا شخص من عندكم هذا الشخص طبعا هو اللي يجاوب على الجواب يا إخوان أنتوا ساعدوا عبدالله فريق ناموس بس اتكلموا زي ما بدكم تناقشوا بس في النهاية بتجيني الإجابة بس من مين؟ من شخص واحد من عبدالله واضح؟ السؤال الأول حتلاقوا مجموعة من النيازك في الصالة رقم واحد بدكم تحكولنا كم قطعة وفي أي سنة تم العثور عليهم؟ زين أوكي حلو 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 سؤال ثاني؟ لا مو الحين استنى أروحي بحث وبعد دقيقتين لما تلاقي الجواب أعطيك السؤال انطلقوا بسرعة انطلقوا هذا التحدي حيكون في صالة تشكل قطر اللي بترجع فينا بالزمن 700 مليون سنة لوراه لما تشكلت شبه جزيرة قطر بفعل القوى الجيولوجية وكانت موطن لكائنات برية وبحرية منقرضة يلا نفس المهمة لقلنا ماشي سريع ماشي سريع تبقى أتوقع هون أتوقع هون تعالوا ندون هون تعالوا ندون هون سكوتوا سكوتوا يا مزعجين شباب هنا تماسيح ما في ما في نيازك ما يصير أركض أنا أسف ما يصير أركض زي شون أجيك؟ نيزك الخطية واحد نيزك من قطر اثنين واحد ثين ثلاث أربعة خمس ست سبع الخطية سنة 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 قطر واحد ثلاث أربعة هدول هدول سبعة سبعة ولا هاي إيش هاي أحجار من قطر طب سنة إيش هاي هاي نيزك الخطية ونيزك من قطر بس سنة إيش هاي هاي الفين وعشرة بين الفين وعشرة والفين وحداش شباب هم سبعة ولا ثنيين محمد كم قطع ولا كم نيزك؟ كم نيزك عددهم كقطع والسنوات التي وجدت فيها آه أوكي كم قطع يعني أوكي والسنة صح؟ السنة تقصد قبل مية سبعة شباب سجل عندكم ألفين ألفين وفي بين ألفين وعشرة لفين وحداش واضح؟ سواء الثاني خاصة على المقر هذا سواء الثاني واضح؟ خلاص يلا زين يلا يلا أوكي يلا خلصنا يلا اللي بعد اللي بعد عاطيني السؤال شين السؤال الثاني يلا تعبيني القطعة التي سلهم منها المتحف الوطني القطري بدي إياها الصور صور ليها وتعلم سهل 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 كمار كمار أسهل 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 من معركض أسف أنا أسهل صور 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 وردة الصحران دقيقة دقيقة ديزرت رول أحبناها السؤال وايت سهل عبد الله منقدر نمشي شوي شوي لأنه كثير فزن هنشوف من لاحظه شوي هنشوي ضل شباب أخذتوا أربع دقائق داخل الصال الأولى كانوا سؤالين السؤال الأول كان والآن ستجيبوا عليه كان أن هناك قطع نيزكية موجودة في الجالري رقم واحد كم عددها وفي أي سنوات أوجدوها؟ ما هو الجواب؟ أول إحنا ما أخذناها أربع دقائق خذناها دقيقة ونص الباقي سوالف جوابنا بسرعة الجواب كالتالي نعم كم قطعة قلت؟ نعم سبعة سنوات السنين كالتالي هم ثنتين اسمعهم عدل نعم ألفين فرنسا باس في كاس اليورو نعم والثاني عندك ما بين ألفين وعشر أو ألفين وعشر تصفير بدي أشوف الصورة أنا ما بدي أشوف السؤال الجواب تبع السؤال بدي أشوف الصورة هاي 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 أشوف نعم جابوها أي واحدة والله جابوها الاسم 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 اسمها زهرة السحراء أو بالإنجليزي لأنني بتحبها تعددوا اللغات أيوا 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 بيزرت روزي هم مضطرين نصفق يا إخوان هم مضطرين نصفق يا إخوان هاتوا ما لديكم يا شباب يلا محمد لا لا هنطلع أسامة هني الجواب هاسمعوا من مين مني فرسامة ممتاز تمام ركز منيح في السؤال تمام السؤال الأول اسمعوا اسمعوا ركزوا شباب ركزوا أعطيني أثامي ثلاث حيوانات قاتلة موجودة في قطر مش منقردة طيب العداد بلش أوكي يلا 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 هذا التحدي بيكون فصالة البيئات الطبيعية في قطر وليتكشف لك عدد الكائنات البرية والبحرية الهائل اللي تعيش في البيئة القطرية عنا سؤال هل حيوانات الثلاثة بيكونوا خطرين بين بعض ولا على الإنسان روح دور خلص روح واضح انطلقنا أوكي جاهزين واضح تعال 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 هاو واحد تعال هاو واحد 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 هاو 15 15 القرش أسود الزعاني القرش أسود الزعاني يا ريور هادي تقشل ولا لا أوكي ثلاثين ثانية عبدالله رضا هذا نيمو مش حيوان خطير تعارفوا نيمو اللي في بحر وات اي او لا خليس أهلكم الموضوع يلا شباب مكانكم حلو يا شباب مكانكم حلو دعسأل سؤال هل هو ضمن شرحه داخل المتحف مكتوب انه هذا خطير على الإنسان شباب أبدو عطوني أجوبة ترى مر الوقت عطوني أجوبة أقول لكم اي او لا رضا قضيها في الماء رضا في النفات شوف هذا حتى هو قاتل هذا هو قاتل أطلب أطلب سؤال ثاني إسأل السؤال ثاني أعطيني بالتلسكوب بق البذور حشرة بق البذور بالتلسكوب شو يعني بالتلسكوب أوقي ننوجه تلسكوب عليها طيب ورب الكعبة بسهلة عليكم تسمعوني ولا لا للمصدقية فقط هذا تليفون أبو الصباق أنفوز انفوز أي شيء غير هيك كذبو عليكم في المنتاج أنا باسم احكي لك بقي البذور دور حيكون اسم لكم ظري بايب السلام عليكم وساما تقدموا correct ايجابة باس انتم طولتوا كانت شوية صعبة ولكنطلبتوا مننا أربح أشياء غير بعض حنعطيكم بس اسم الحيوان بدون يعني بالتفاصيل بس الاسم يا سيدي ماشي الحيوان الأول القرش أما الثاني نعم فهو الثعبان المقرر الثعبان اللي عنده المقرر اسمه المقرر صح الثالث الحوت هرم عليك كيوت فيش حوت يا ضعيف هذا حوت يضعيف بعملش اشفر الحوت خطر على الاسم عشان المعلومات هذا اسمه القرش الحوتي سؤال الأول جوابكم فيه غلط ناقصكم حيوان واحد في الحيوانين اللي انتو ذكرتوهم جواب بعد ثالث يعني هي أفعة أيضا أنا كلها وقلت لي أفعة وربي كعب عددها السؤال الثاني قلنا عطونا بالتلسكوب بط البدور بط البدور صورة إذا ما كانت صورة فور كيم صورة 16 على 9 ما بنقبل بدك يا هوايد أو بيدي اظهر ليش الوقت ها hiه صفق 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 طبعا تأخذون نص خطر نص نقطت نص خطر سبع دقائق لأن القطة خطرة على الفار هل يعقل من أخطر ثلاث حيوانات البستين؟ اخرجوا لنا أحد نظرائنا حلو أنا طلعت أول مرة الحين وسام قطب الوحش ما في أي مشاكل أبو الوث اسمعني وركز معي منيها هننطلق الآن إلى الصالة رقم ثلاثة مطلوب منك أن تنفذ الآتي وهذا هو سؤالي الأول في الصالة رقم ثلاثة أوجد لي طريقة غريبة لدفن الموتى اكتشفها هاي الطريقة الوحيدة اللي تسأل فيها هذا السؤال؟ نعم أما هذا التحدي فحيكون في صالة آثار قطر واللي فيها أكثر من ألف قطعة أثرية داخل حاويات زجاجية شباب شباب وأنا جاي وأنا جاي شفت قبر هني خلوا شوي بتخلوا عليه شوي أنا موثق فيك بس أنا حروح جوه لحظة خلنا شوف بس شمكتوب في قبر؟ أين لا؟ شباب طريقة الدفن غريبة أنت أين رايحين؟ مستخلص كلام؟ يمكن هذه طريقة الدفن؟ في طريقة أحب غير تطيح والله شباب هند هند عطونا أي شي بسيط نعرف ركزوا على الجدران ركزوا على الجدران على الجدران صديق اللي عند صباغ صباغ ركز عندك منيح أنت قاعد تكذب علينا محمد صح؟ مش مكتوب إشي على الجدران مش مكتوب إشي هاي اللي هون هاي 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 يا شباب يا شباب هينه؟ جرت رأس مطبخ المستخدمي اللي دفن الموجه رأس مطبخ خلاص عرفنا عرفنا من 600 خلاص خلاص ايش الجواب؟ خلاص دان 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 ايش الجواب؟ طيب عدنا لملعب من جديد كان السؤال الاول يا اخوان في الصلي رقم ثلاثة اوجد طريقة غريبة لدفن الموتى جرد رأس المطبخ هاي شرح لي؟ اسمها جرد رأس المطبخ هي كيف شكرا؟ هي طريقة جرة مكسورة شوي سلم عليك سلم عليك شكران شكران سؤال الثاني تفضل؟ اما السؤال الثاني فقد كان في اي قرن ميلادي دخل الاسلام دولة قطر شوف هو بين 600 و 1000 تحب تسميه القرن السابع احنا شغالين؟ حاب تسميه بين 630 ل 1000 سلام يا اخي يا سلام والله واحد سريعين والله انه سريعين غيرنا اللوكيشن عشان قدمنا في القلريز اخرجوا لنا اكفاءنا كلنا كفو شو بيدك بالزوت؟ مين بيدك؟ شو رايك؟ اوسي نطلع لهم اللعب المغرب المحترف؟ اعمل انترنت جبار كل هادمون تبع المغرب تبع المغرب ايش هو؟ فاز مين بسهم اللي صلون؟ ليش تبع المغرب؟ مين بسهم اللي صلون؟ ليش تبع المغرب؟ ايش داخل؟ ليش السجود تبع المغرب؟ عشان انشهرر فيها في كاس العالم مونت اخل واحد ذي مصر مونت خبسة جديد؟ حلو، طلعوا الشباب جامدين تعالوا صعب اللعبة ونحط لها شوية تبهرة كل فريق بيكون عنده ثلاث كروت يستخدمهم على الفريق الثاني ويأذيه الكرت الاول اللاعب الضعيف لازم الفريق الثاني يقصي لاعب يشوفونا ضعيف وما منه فايدة الكرت الثاني اللاعب البطل لازم الفريق الثاني يختار لاعب واحد يشوفونا بطل ويقدر ينهي التحدي بنفسه الكرت الثالف الصمت المطبق من الاسم واضح لازم الفريق الثاني يخلص التحدي كامل بالاشارة فقط ومن دون ولا كلمة طب هذا إخصاء لاعب ضعيف؟ اه هن؟ ايه اختاروا لاعب ضعيف فريقكم اتطلعونه أبي أسمع النقاش، أشياء نسمع النقاش خبرك ش Kurz أبي أسمع النقاش لا، ن Zahlب عليها عشان تكون عادلة مشًا نلعب هو بالضعف، مو بالحظ يعني ضعيف تشوف فيني، لیش قاعد تشوف فيني؟ إني اوي هاطلا تعال يا رضا، اختاروك يا رضا انت هstoodما معين هاذا الجيم واااااااااا غريبة في أي شهر يعودوا البحارة من صيد اللؤلؤ وفقاً للخريطة الحية والله ساعتهم الكريمين هذا التحدي بيكون في صالة أهل قطر واللي تراويك شلون كانوا يتنقلون بين البر والبحر للبحث عن المرعة والماء وبيع ومشترة السلع المختلفة أكشن انطلقنا أكشن انطلقنا المكان متشاعب فيه أشياء كثيرة بس طالما السؤال كان عن صيد اللؤلؤ إذن ندور على أي شيء يدخل بالضحر الخريطة الحيوية لازم نشوف أي خريطة قريبة مني أوكي هذي خريطة أنا أمامي مجموعة من الشهور أيوة 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 نحاسهم متوترين يا عبدالله والله بهم متوترين لنكسين واحد صراحة يعني وخسرهم أسي صراحة خسارة كبيرة صراحة أوكي بدك تكز معي يا رضا عدنان شوف هذه الشهور هون الأحداث لازمنا نشوف الأحداث على الشهور شايف القوالد اللي أتحرك قداما أه شايفهم نربطهم في إشي اسمع رضا هم قال وصلوا قدر خاص وصلوا استقرب سبتمبر 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 وصلوا كلهم صفوا هات سؤال الثاني هات سؤال الثاني هات سؤال الثاني أي قطعة كانت تستعمل لحمل الأطفال قديما هون هيك هون هيك هون هيك هون هيك هون هيك مثل ما او صورت أيذا سمحته arises je festام large root فالجهة الثانية على فكرة الكرت إيجابي وإيجابي ومسلوي ولا شايف خدمة youtこ什ية واحد ثمانية واحد واحد ثمانية واحد من وإيجابي اسمع أنت كثير بارد تتعرف لعبة الحامي بارد يا sahنت صامي يحار مارد اسمع الانت ألا دافي شوي اسمع دافي دافي مره دافي 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 طب بس هيك للمعلومات ورجوني اي واحدة هي ما بوظبط طب انتو شايفينها في الفيديو هلأ شايفينها صور صوروا هذا هذا هاو 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 هو صح؟ عزي محمد عدنان نعم رضا انت عم بتصور كل شي بشوفه حب حب هيصورة واحدة حكبرتون في اي شهر يصلوا السفن تبع اللؤلؤ صح؟ يصلوا ما اعطيكم الشهر بس را اعطيكم حتى الفصل يجوا في سبتمبر في الخريف صح؟ صدقاء 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 علما نمري السؤال فهل السؤال تانية سيدي الكريم ساعدي بالله بصراح حملات الاطفال الطريقة كانت استخدام في السابق لحمل الاطفال صورة ما هي؟ نشوف الصورة الصورة وين؟ الصورة بدك مرسومة ورجوني ايها الصورة صورة والجواء صورة هي هات هذا هو رسميا شا اسمه؟ بتذكر كل نحمل اطفال نبير الزمانية بتذكر بس عفون دقيقة الاسم ايش؟ لا اسم لا لا الاسم احنا قلنا الاسم والصورة صح ولا لا؟ اه هاي الصورة ايه الاسم؟ الاسم؟ ايه؟ الاسم استنى شوي الاسم ها بيطلع بني الاسم قولنا مزرب؟ مزرب تنس غلط غلط الاسم هو ميزب 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 اذا اذا ياخذون نص شباب فريق ناموس اوكي اذا صباغ في الميدان ناموس يا الصباغ ناموس رح اسأل السؤال الان جاهزين لأي سؤال وواضح اني مهر على المتح صوته عالي صح؟ اه شو رح تسوي؟ شو رح تسوي؟ اعطي واحد كرت اه كرت السكوت كرت السكوت ليش تول؟ ليش تول؟ شو رح تسوي nós شو شو رح خطعة ملابس استخدماتك كشعار او كشعار لأحدى البطولات الكبيرة العالمية اسمها وصورتها ا stallقوا هذا التحدي حيكون في صالة الحياة في البر واللي بتورجينا قسوة حياة البر وكيف كانوا يتعايشوا معها من أدوات ولبس وطبيعة حياة صعبة كوف اكيف في هنا لا że جوء امي 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 ابنة کین dengan um home امي 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 راكظو معاي ان تبعو امي بس وفق خليف الخليف وعما لا يسفحت أنا لن يتحدث بك أن تتكلم سباق سوف نتحدث بك أن تتحدث حوصنا وقت حوصنا وقت حوصنا وقت حوصنا وقت السؤال كان يا إخوان وقدمتوننا صباق كما أذكر أنه كان في قطعة ملابس استخدمت كشعار لإحدى البطولات الكبيرة صورتها واسمها صحيح يعني إسمها وفردي صورتها الغتور وارجيهم وارجيهم إذن يقول صباغ أنه الإجابة هي الغترة وقد صور الغترة واحد اثنين ثلاثة لاحظة لاحظة تغسط الغترة اللي تحت صح؟ والله لقد وقعتم بالفخ الذي نصبناه لكم هيك هيك عطلنا لكم فخ؟ آآ لا يعتبر شعاع أول شيء اسمعوا الآن الكلام الجبار رح يطلع من تمي لكم و للمشاهدين بطولة كعس العالم 2022 هي البطولة المقصودة وقد أقيمت في فصل الشتاء ما يلبس على رأسهم قطعتين مختلفتين واحد تلبس الصيف وواحد تلبس في الشتاء ما يلبس في الصيف هي الغترة يا أخوان اللي تصورتوها هذه خفيفة لا تصد البرد في الشتاء ولكن ولكن ما يلبس في الشتاء اسمه مش غترة الشال رح يتكلم عنه عبدال اسمه الشال ومكتوب الشال والصورة هي صورة شال إذن الشال شباب هم يخصدون ان هذا الجواب غير صحيح العقال أبيض عمره لعيب ما كان عقالها أبيض ما هذا قال لعيب شعار كأسان ليس لعيب شو إجابة لعيب هو تميمة كأس العالم شعار كأس العالم الل Could I look to win أوكي آجابة هنا نعم Cooper قلت لو العين نعم أيضا بالتالي الأول ما هيكوا ي mold näml الثانى كان هناك أداة كانت تستخدم لخض الحليب وعمل الزبدة بدي صورتها واسمها حاضر جاهزين بس واستمرني دقيقة اهي كلا عندك صورة الغطر صباق ليه همممممم ممم لا اسمها اسمها شيف وربي كعب صار اللي صار معانا ما شوي جابوا الصورة الصحي وقالوا الاسم الغلط يا Li Sehu يا اكتش كالبع شيف خلاص شيب؟ خلاص، خط الحنيب هذا الحامل الخشبي اسمه الشيب أما اسمها؟ اسمه؟ سلال؟ اسمها أسجاد يلا شوف جاهزين؟ نعم نحن هالمرة طبعاً راح نستخدم كرت وراح يحتاجونكم نطلعوني واحد الحين أسجاد فضل الحمد دورك، ولي يا رب ما صاحب، ما صاحب أوكي، تبني أعطيكم السؤال أول ولا الكرت؟ الكرت لا لا أعطيهم السؤال عشان يفهموا قدي صعب بعدين كرت بعدين كرت ميبل مي من هو الشخص؟ الذي اخترع تقنية أنهت تجارة اللولو قضت عليها، التقنية هذي يعني بالعربي، اسم الشخص؟ جنسيته؟ كرت، 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 شو الكرت؟ راح نستخدم كرت البطل لاعب واحد فقط لا أشوفكم نطلعون محمد عدمها من الحين لاعب واحد فقط هو اللي يلعب اللعبة هذي وثنين أقولك إشي، لا جميع جسمنا طلعته أسانا لا تدخل في قروب سبعنا منطقيا لناعبنا أنا وياك آخر مرة جيم صح؟ أه صحي فأساما عنده طافة عنده تفكير حلو ممكن يجيب فدخلوني معكم في النقاش أساما، أنت البطل فأخوري بك، ارفع ناسنا أساما، 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 عليك حمد كبير ولكنك كفل إن شاء الله، أنت أده يا ابني إن شاء الله، أنت أده يا ابني صح أنت، كندا، سوريا، كلنا وراك، كلنا خلفك كلنا خلفك، كلنا خلفك هذا التحدي حيكون في صالة بناء الدولة واللي بنشوف فيها مقتنيات خاصة وحقيقية لشيوخ قطر وحكامها اي دو وان بدأنا، بدأنا، بدأنا لا، لا، لا اعمل خطة بطا أساما، أيوة، أمورك تمام أمورك 100% بس ضعيف هذا اللؤلؤ لحظة، لحظة، لحظة لقيته، 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 لقيته من أين هو؟ شكله ياباني؟ ميكيموتو؟ عندنا اسمه بس ما معي من أين؟ لؤلؤ المستزرعة أمورك تمام؟ جريب، 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 جريب أعطوني سؤال الثاني ما هي الأسلحة التي كان يستخدمها المؤسس؟ الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني؟ سريع، سريع، لأنك تأخرت يلا، يلا أوكي، 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 أتوقع، شفتها هادي؟ ما هي الأسلحة التي كان يستخدمها؟ مو هم معناته؟ ويتبعدش إرجع شيخ جاسم بن محمد سيف وسكينه ومسدس أوكي، أنا جاهز يلا يلا يا وحش، يلا يا بطل يلا يلا حيو حيو شو بسهل بدا نسمع، بدا نسمع خار المعركة بروحي، سهل بدي أسمع بدي أسمع، فريقي واتقين فيني بإذن الله تعالى، ما اخترناك إلا أنه كلنا ثقة فيك والله شكرا بالنسبة للسؤال الأول، ما هو اسم الشخص الذي اخترعت تقنية التي أنهت تجارة اللؤلو أو اللؤلؤ؟ البني آدم نعم كان ياباني الجنسية ويعطي هو هو يعطي كان اسمه ميكي موتو هو يعطي الثانية واخترع تقنية اسمها؟ كان شو يسوي شو يسوي؟ يستزرع وبدو يشرحها عم بيشرح عم بيستزرع اللؤلؤ هو استزراع اللؤلؤ وهذه هي التقنية اللي اختراعها هو يعطي وهذه الأزولة هو يعطي ما هي؟ الأسلحة اللي كان يستخدمها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني ثلاث سلاح هم كانوا ثلاث أسلحة سلاح الأول سكين الجيب سلاح الثاني السيف أما الثالث المسدس شو ما بيش دعوة عاد؟ ش دعوة؟ قلنا سوريا بس مبلي هالدرجة شاطئ شون يابهم؟ كيفس؟ مبروك طيب ولع التحدي بصراحة الآن بعد ثلاث جولات من أصل الثلاثة النتيجة إياه 2 وربع رسمية للفريقين تعادل تعادل حابك تتذكر بس مين اللي رجع فريقنا للأمام وتتذكر مين اللي طلع كل شوي كمان ها؟ بس انت تذكر أنا مبسط بعدين مزع التحورات رح نطلقكم الآن للميدان رقم سبعة ولكن بكل أحوال أنتوا جاهزين الآن للسؤال التالي نعم أخرجوا لنا أحدا أحدا رجلا من رجالي شو يعني؟ وسامي تقدم للميدان بس رضا اقتلهم واستخدم الكرت أعطيهم استنى أريد أن أرى 3D يا إديتر أريد أن أرى 3D الكرت الأول والكرت الثاني الكرت الأول شو فيه؟ الكرت الأول أن أحد اللاعبين اللي ضعاف جدا هم رح يقصوه وتقع الفتنة ما بينهم الكرت الثاني بلعب واحد منهم بس بنزع الميدان اللي هو اللاعب القوي وبالتالي أنت يا رضا الان رح تختار أي كرت رح ننزل استنى أريد أن أرى كرت الأول أو الثاني بسرعة أختار تشاني الثاني يلا الأول يلا بسرعة 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 يلا بسرعة بسرعة يلا بسرعة بسرعة كيلو بامية كيلو بامية طب اوكي روح رتاح يا عبي طلع أويت؟ السؤال كالتالي يا شاب ركزوا معي مني في القلل رح تروع عليه بعد شوي في قطعة مجوهرات ثمينة مصنوعة من اللؤلؤ الخليجي ارتدتها الممثلة الهوليودية إليزابيث تايلر صورها وجيب لي القطعة الثمينة جدا هاي لا مش جيبة جيب الصورة صور لي هذا بتحبسني ما بلعب ما بلعب صور لي ياها صور لي ياها وجيب لي اسمي القطعة بالضبط محمد عدنان صاحبي صديقي احكي بشويش أنا نسيت إيش والسؤال انت حكيت لؤلاء وإشي خليجي هذا التحدي بيكون في صالة على جو البنات بصراحة صالة اللؤلؤ والإحتفالات واللي تراوينا جمالية اللولو جمعوه من بحار قطر عبر القرون وفيه قطع لبسها مشاهير العالم إحكي انت ملاحظ ان كل شيء عم بيطونا إياها صعاب وإحنا ما عم بهم شي سهله بس دقق معي لؤلؤة خليجية ارتدتها إليزابيث تايلر تايلر اجتمام بتلاقي معك يسعد دينا كزان والله انت الاشي اللي بتعمل وإن الخيال انا حاس مش هون انا هون وكتوب عندي لؤلؤ وكلمة خليج مع بعض تمام؟ هاي عملتلها سكاين هون سيب هاي مارية تريزا مش هي اه هو هي هي واش سام لجيتها 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 أقراط اللؤلؤ صنعت أقراط اللؤلؤ اللي خليجي المعرضه هنا من الخبل وصمت أقراط اللؤلؤ أليزابيث تايلر لاخد السؤال الثاني اسمع محمد عليان سريع سريع يا ضعيف يا ضعيف يا ضعيف يا ضعيف ايش السؤال الثاني؟ ها شو اسم قتعة اللؤلؤ اللي لبسيت هاذلم؟ هاي صعب فانا لأ زوجة والد الأميرة طيانا انا عم بتمشة هنا وبتصفح في هنا تراقة اسم د ديانا بس وين دول محبة؟ نابليون مش هاي مش هاي مش هاي مش هاي اسمع انت رو هاي يا مخرج احنا كتير شطرين صورها صورها رقم 5 تيارة ضوط ضوط تاج حوالي فيمشي شوية شوية لهناك اسمع جدير واي الوقت لانه انا صراحة شفت هيك بوت صغير حاب اروح استفسر عنه فيه ذحب ابيض خليه المتحف خليه نلف فيه شوي احنا واجد والله الغافري انه بضيع علينا اختار قطع هاي نار رقم 2 2.2 انا احنا هون بس قادي هناك نشيك على المتحف نشوف اشياء جديدة لا انزمان فوزنا انا بدي احكيلك انه احنا اكتشفنا تغرة في الفريق احذر شوية تغرة انا وجودك عزيزي الحام علي اسمع والله العظيم فتنة سباغ راح هيك انا رحت هيك والتجينا في النص في دقيقة ونص كنا منجزين كل اشي السؤال اسألة سهلة لا مش اسألة سهلة حب البتاحت فيه هيك مجوهرات كثيرة اوكي دورناها على ديانة وقصص انا احنا جبنا لك كل عشان موضوع غطر حقت علي جبنا لك الفوز اذا تلعني سياسيا عاطني جبنا لك الفوز بسوريا داخل الحوار هذا اسمع احنا فيزين في طريقة حلوة اي حلوة عميها يقال اني انا ما مني فايدة طبعا للأسف الشباب قالوا انه وجودي وعدمي واحد لا لا وجودي اسوأ من عدمي لا صح وجودي اسوأ وجودك بيأثر على تلاغ من الفريق اه اه اي تراهي عنصري على فترة لا 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 اشرحك اشرحك تكفى بيضوج لا 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 السؤال الاول كان عن قطعة ثأمينة من اللؤلؤ الخليجي ارتدتها الممثلة الهليودية اليزابيث تايلر اسمها؟ اقراط اللؤلؤ اقراط اللؤلؤ صباغ فرجي اشوف شويكو شباب بيضوجي قطعتهم ثأمينة من اللؤلؤ الخليجي ارتدتها الستيب ماذر اي زوجة والد الامير دي انا اسم القطعة تاج حوالي هيك مكتوب على الورج خلينا نخوفهم شوي خلينا نخوفهم شوي هذا صورة الفوز هاي صورة الفوز اولا اسأل من فيكم من اللي رح يجوب؟ هيتقدم لاعب المغرب اللي هو ينظمه المنجال في 2030 ورابع العالم حبيبنا في الشاشة العملاقة في ملعب اكبس لي عليه عاطني اسمه وسنة تأسيسه السؤال عن ملعب يعني كرة قدم ملعبي ها نذهب مرة اذا ما خاب بني والله اعلم سيسألنا عن اول ملعب تأسس في قطر الذي قد يكون ايوه ملعب استاد الدوحة او قد يسألنا عن اكبر استادات الثروحة اللي هو استاد خليفة شو رأيك مان رحش في الصورة باقي سبعة شو رأيك مان رحش في الصورة خلاص نعطي ايجابة من الاحيب اوه والله احسن هل نروح هل نروح نتأكد نتأكد هذا التحدي بيكون في صالة عجيبة تركز على تطور دولة قطر وتوسعها العمراني من فترة السبعينات وما بعد والرؤية المستقبلية للدولة شباب حول 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 احنا جاهزين سامعين 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 امور تمام سوف مقسم الشاشة على ثلاثة واحد هون واحد هون واحد بس في كبسة وينك وينزر وذي ما خفضون هذا استاد خليفة يا اخوان يا اخوان هذا استاد خليفة احنا طلعنا في 15 دانية يمكن شباب كبير عم تاخذوا مجد صراحة الموضوع أسهل من هيك بكتير شباب يبحث عن ملعب شباب الشاشة تاتش تعال 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 احملني 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 هذا الملعب اجيبوا لي اياه وذي ما خفضون هذا استاد خليفة يا اخوان دوروا على اكيد اعرفوا صورة تحتانية هايوا 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 شباب اه 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 ملعب خليفة استاد خليفة 1079 اوكي سؤال الثاني جاهز لسؤال الثاني شباب هذا السؤال الثاني رسمية ستة ورسمية ستة ولكنكو هذا ما لعبي إذا جاهز للسؤال الثاني خلي رضا يعمل عشرة ضغط رضا انزل عشرة ضغط بسرعة بس؟ آه بس؟ عزوين عزوين واحد اتنين ثلاثة جبارة أربعة ستة سبعة لا يا حبيبي أنا شايف ضخم ضخم خلص 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 ها هاتسوأ 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 أفضل أعطني إشي أفضل سؤال الثاني هاتسوأ منيح لأنه في أحرص متنافرة احكد في ورقة كل العرب بيحبوها لقيها أو شيء بحث عن أوراق أوراق هون في أوراق أوراق تعال شوفهم في أوراق أوراقة كل العرب بيحبوها ورقة دولة ورقة فلوس يعني لازم يلاقوها بسرعة لأنها مشهورة ومعروفة كتير وسامة أنا واضح فيك عن جد واضح فيك يعني هاي الورقة بتعني لك شوية المضبوط انت جمان انت كثير بتعني لك إذا إلي الإشي إنه دخل يا إما بسوريا يا إما بكأس العالم يا إما بكأس العالم يا إما بالطيران ممكن ترى رضا عشرة ضغط إذا لقيت في ورقة تبع لكأس العالم نعم هذه طبعا صحيح هذه هو الظرف نعم الظرف هذا هو الظرف صور بسرعة هالذرف اللي فاتحوا السبلاتر في الثاني من ديسمبر عام 2010 2010 وعلم به عن إنه قطر ستضنضب كأس العالم 2022 هذي نفسها الورقة نعم هي نفس الورقة هذي نفسها هاي اقرأ بطاقة إعلان فوز قطر بسضافة كأس العالم ممكن تخدر صحيح أوكي 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 لينا تم 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 مثل ما توقعت الأسئلة ما كانت صعبة أسئلة رياضية ومحمد عدنان فتل عليها تفضلوا وعطونا الأجوبة بسرعة اسم الملعب وما تتأسس نعم والصورة ملعب اسم ملعب خليفة وتأسس سنة 1979 ولو ما تأكدتها تأكد أهو واللي هو اليوم اسم استاد خليفة الله عليك الله عليك صح جامعة صح 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 جواب صح يعني انتو الحين 2.75 وإحنا ثلاثة وربعة ثلاثة وربعة يعني السؤال الجاي لو جوابته صح مية بالمية من الدعادة أو 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 وعشان أنا اللي رح أقرر جوابت صحيح أو رح أجاوب غلط أو رح أجاوب غلط فالورقة اللي قلت وفرحوا بها العرب وافتخرنا بها ككلنا كعرب خاصة انتو كثير فرحتوا بيها يا ريت اتقدمها لنا انتو كثير عشان احنا المغرب كنا في المركز الرابع في كلاس عالم فالورقة أو رجالك ولا أقولها لك انتو كنت معا أكيد نعم عشان ازل الزاخ المنها الزاخ الانتو كفا ياء كاتار طيب يخب على حق ما تكون انتهت حلقتكنا الجميل جدا اللي نورنا فيها أجمل صناع المحتوى في الوطن العربي واسام قطوب محمد صباغ وسام مروا ورضا الوهابي رسميا أحب أشكرهم صراحة أحب أشكرهم شخصيا لأن أول مرة يطلعوا بغناتي ونورتوها بصراحة وتشرف بوجودها مثالكم وإن شاء الله المستقبل بيننا يكون فيه محتوى أكبر وأكبر بإذن الله شكراً لكم شكراً لكم وأنا تعلم منكم كل واحد من شاء الله عند قناة يوتيوب كل واحد يقومي في السوشال ميديا وأنا تعلم منكم وأخوي محمد عدنان طبعاً ما أنسى هو ذراعي يمي في القناة الله يوفق إن شاء الله يوفقكم وشكراً لوجودكم وأكيد أني أحب أشكر شكر خاص جداً جداً لأنه جداً صعب إنك تصور أصلاً في المتحف داخل وتصور بين تفاصيلها الحمد لله إن إحنا مخربنا شي شكراً متحف قطر وشكراً قطر تبدع ما قصرتو إن شاء الله نبدع معكم دائماً أعطيكم ألف عافية جميعاً